اشتركوا في القناة 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 كل يوم كل اسبوع ويبقى لازم الزيارة عن الطبيب الفحص الاستجواب الفحص السريري الانسبكسون الابالباسون الابيركوسون ومع ذلك الاجكوغرافي او راح يطلب تحاليل دموية وفي بعض الاحيال حتى التحاليل تعلق الأشعة دي راديو بطاة هنسكانير بطاة يونيارام هنا اقتراني من فرصة كان مرضى هما الليقول الطبيب عطيني ندير ليرام يقول لك انا يا هو شاف ليرام لاريزونس مانيتي كذي يقول لك انت تكتشف كل شي لا احنا كي بدينا الطب يقولون لازم نديرو نبدأ تكفل بالمريض من تحليل أرخص تحليل إلى أغلى تحليل لماذا؟ نقدر أن نكتشفها الشيء بتحليل رخيص يجب أن نحاميه على المريض صحيا وعلى المريض حتى باليا لا يجب أن يأتي أي مريض يجب أن نضيفه عن سكانير يجب أن نضيفه عن سكانير يجب أن تكتب ذلك الرسالة يجب أن تعطي الأشياء لبعتك لكي تدير هذا التحليل التحليل الدموية يجب أن الناس يديرها كل عام كي الناس يديرها كل عامين علش لازم نعرفه في كل مرة نقول باللي المناعة تنقص كي نكبره الأمراض تلقى كم يقوله المجال باش تدخل في الذات لازم احنا نديره مجهود باش نكتشف الأمراض في الوقت المناسب باش نمده نديره تكفل بصفة مليحة أخطرش الإنسان إذا كان خلى الأمور تمشي نقدره في وقت ما نكتشف مرض ولكن مشاء ما دمناش العمل تعالى صحتكم وصحت ولادكم هي رسم لكم موسيقى 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 موسيقى